يعني على سبيل المثال تعالي ناخد حاجة ونتكلم عليها قلت مثلا جزب المال خلاص جزب المال مين فينا ما نفسوش يبقى معنا فلوس كتير كلنا طبعا هنعمل ايه عشان ايوه نعمل ايه عشان الفلوس تيجي جزب المال الطاقة المالية الفلوس هل هصحى تاني يوم كده واقول قانون جزب هصحى تاني يوم الاقي معايا مليون دولار لا طبعا لكن اول حاجة عشان نمشي خطوات لازم ابقى محدد لنفسي تارجت يعني اقول ايه اقول مثلا في سنة عشرين اربعة وعشرين انا عايز مثلا اعمل مليون جنيه مئة الف ايا كان الرقم اللي انا هحطه لنفسي ان انا هطلع من السنة دي فعلا اعمل الرقم لازم اكون محدد ولازم اكون حاطة ديد لاين احنا اي حاجة لازم نحط لها مدة ولازم نحط لها تارجت يشتغل كده الكون ايه قانون الجاذب ان انا لازم احط معاد بداية ونهاية لازم اه بالزبط لازم احط التارجت اللي انا عايز اعمله ماشي ليه عشان افعل كل حاجة انا بابقى عارف انا رايح فين ما بقاش كده خلاص انا نفسي بقى معايا فلوس كتير مفيش حاجة اسمها كده يعني انا لو قلت عشرين اربعة وعشرين يبقى لازم احدد ان نهاية السنة يكون معايا المبلغ اللي انا نفسي خلاص تمام تاني حاجة لازم ابقى على يقين ان فعلا هيبقى معايا الرقم ده وبقى عايش ده ومصدقه حقيقي ومصدقه انا هي اخر يوم في السنة هيكون معايا العربية الفلانية ده لوف اتراكش واضربلك امثلة كتير من قصص حقيقة حصلت بالبداية اللي احنا بنقولها دي